هذا المقطع برعاية متجر ايوه لبيع الرونز وجميع الاسلحة والدروع وتلزمن وجميع ايتمات اللعبة اذا حبيت لقاها بسرعة وشهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف وترككم مع المقطع سلام عليك حياك الله عزيز المشاهد ايام رحبابك في مقطع جديد من لعبة الدا رينك رابتور اوف ذا مست هذا من اهم او من اكثر الاشز اللي مفيدين في لعبة الدا رينك صراحة في مقطع النصائح الاخير لاحظت ان اكثر من كومنت جاني عن العربة انهم كانوا يعانون منها وقالوا لي افضل نصيحة في هذا الفيديو وكانت عن طريقة اللي تكسر فيها العربة فواضح ان الشعب كان يعاني من هذا العربة وهذا الاشز رح يخليك تحب العربة وتجلس تلعب معها رايح جاي من غير اي مشاكل طبعا غير انه رح يسهل عليك الكثير من البوسز او المني بوسز او الهنترز بشكل عام يعني كل انيمي يتقابله والسبب ان الاش هذا فيه لمسة من الايفريم نفس قصة الحصان يوم تستدعيه وتتجنب الضربات لكن هذا الاش لا مجرد ما يبطي لعبك وينزل زي الكراوتش رح يتجنب الضربات اللي تيجي من فوقه واذا ان ضربت رح يعطيك الافضلية انك تنفذ او يعطيك القابلية انك تنفذ الكاونتر اتاك او الضربة المضادة السريعة على حسب ما قريت عن هذا الاش انه ما اخوذ من لعبة سكيرو اللي يعرفها نفس الكلام عن هذا الشيلد يا شباب ما اخوذ من نفس اللعبة ومضاد للبويزن بشكل كبير فممكن يفيدك في بعض المواقف او ضد بعض الانيميز اللي يستخدمون البيزن طريقة مهيب صعبة داخل الفولكينو كيف ممكن تلقاه على الارض بحط لكم الطريق اللي يوصلكم للفولكينو كيف مودي اشطح الموضوع ولكن بما اني طريت سكيرو حبيت اني اجيب الشغلة الثانية اللي يعرفها انه ما اخوذها من ذيك اللعبة المهم يا اخوان هذا الاش مرتبط بكوست لاين وراح ارويكم شلو نجيبونه لان الكوست لاين من سهل انك يروح لك غير ان هذا الاش ممكن تحصله من بدايات اللعبة حرفيا وانا امتأكد ان كثير منكم فوتوا فحبيت ان ازل له هذا المقطع يبدأ الكوست لاين يا اخوان من سي سايد رونز في هذا المكان ممكن تقابل يورا من هذا القريس بوينت راح تتوجه الى هذا المكان راح تلقاه شاب الضو ومستكن بعدها راح تتقدم الى هذا المنطقة اللي فيها الدراقون اقيل تقريبا اسمه المهم بعد ما تقتلونه راح ترجعون وتكلمون يورا ممكن يا اخوان انه يختلف معاكم الوضع شوي ممكن انك اردي قتلت التنين ترجع تكلمه فانا ما اعرف الامانة لكن هذه الطريقة اذا توك بعد اللعبة ممكن يعطيك الخطوات اللي تمشي عليها بعد ما تقتل التنين راح ترجع تكلمه وبعدين بتتوجهون الى هذا المكان طبعا هذا المكان اللي نزلته او شرحته من قبل عشان السلاح البلدلوز اللي تلقاه من هذا الانفيدر طبعا يورا راح يجي يساعدك عليه وحرفيا اذا اتجنبت القتال معاه يورا راح يقتله يعني مغير مساعدتك مغير نتسوي اي شيء فعشان كده يقولك من السهل انك تجيبه بعد ما تقتلونه راح تتوجه في نهاية هذا المسار وبتحصل الدخلة الضيقة هذه بتحصل فيها البلادي هنتر يورا او هنتر اوف بلادي فينقر مثل ما يقول المهم بعدها راح نتوجه الى الاكاديمية طبعا عشان توصل الى الاكاديمية بتحتاج هذا المفتاح اللي موجود خلف التنين ما يحتاج تقتل التنين وتكلمت عليه هنا في مسار القصة اذا كنت جديد على اللعبة هنصحك انك تشوف مسار القصة كامل شرحت بالتفصيل هناك المهم اللي يهمنا هنا انك تاخد المفتاح وترجع عند البوابة هذه من غير لا تقاتل التنين وتفتح بوابة الاكاديمية بعدها راح تتوجه الى البوابة الرئيسية للاكاديمية بعد ما تتجاوز الجنود كلهم اللي موجودين في طريقك سواء قاتلتهم أو سحبت عليهم المهم الخطوة الاخيرة انك تيجي لهذه المنطقة وبتحصل العلامة الحمراء موجودة اللي مكتوب فيها انه بيصير سمن لمساعدة يورا هنتر اوف بلدفينجر طبعا راح تتقاتلهم مع الشخص اللي يستخدم الاش اللي حنا جلسين نتكلم عليه ولكن راح تبقى خطوة اخيرة لهذا السايد كويست ليورا طبعا بعد ما تفوزون راح تلقاه في نفس المكان واقف راح يطري لك الهنتر الينورا وراح ينبهك منه ويقول لك اذا شفته نحاش طبعا هذا شغلتها تنبيه يورا بس ينبه على التنين قبل والحين ينبه على الينورا المهم الينورا بتلقاه في التشيرتش اوف امريكا في هذا المكان اول ما تدخل الكنيسة اول شي راح تلقى خوينا يورا على الارض وبعد ما تكلمه ويخلص كلامه بتقدر تاخذ الكتانة تبعه وبالمناسبة اذا ما لقيت هذا الكتانة او واجهت مشكلة بهذا السايد كويست ارجع الى المكان الاول وين ما قلت لك شاب برضه وهناك ورح تلقى الكتانة ان شاء الله هناك وبعدين راح تقدر تكمل من هنا وتلقى الانفيدر اذا ما ظهر لك هذا الانفيدر بعد ما تكلمه على الارض قدم الوقت في الجريس بوينت وارجع راح يغزيك الينورا في هذا المكان وبعد ما تقتله راح تلقى ايتمات جدا جدا مهمة اللي هي اول شي بتحصل البيروفاين كريستل تير واللي راح تكلم عليه بعد شوي والشغلة الثانية اللي هي استلاح الينورا الخرافي السريع المتناسق مع البلدلوز اذا كنت لعب بلدلوز هذا السلاح جدا جدا يهمك اذا ما كنت تعرف عنه واللي فيه بعد ميزة فريدة اسمها رقصة او البلد بليد دانس اما بالنسبة الكريستل تير راح يفيدك جدا اذا لسه ما قتلت او ما قتلت البوس اللي هو موغ لورد اوف ذا بلد هذا اللي موجود في منطقة الفارم المعروفة المشهورة جميلة فضروري جدا انك تحطه من ضمن الفلاسك تبعك وتستخدمه في الفايت راح يقلل مفعول اللعنة الدموية اللي يسببها بشكل جدا كبير طبعا تعرفون في وسط الفايت يسوي هذا الامطار مدل السحاب الدموي فالمهم راح يفيدك بشكل جدا كبير راح تلقى دمج بس شي جدا بسيط مقارنة اذا ما كان عندك هذا الفلاسك كذا نوعا ما انت خلصت السايد كويست تبعي وراء ولكن يجب ان اذكر انك ممكن انك تلقاه في المنطقة الثلجية ممكن تصادفة في هذا المكان ولكن بيكون الرجال مودع يعني مضيع مجنون راح يعطي نفسه اسم ثاني شابيرا والله نسيت الاسم شابريري المهم راح يتكلم حتى عن احد النهايات اللي هي ثريفينجر والفليم أوفرنزي تقريبا اسمها اللي تحرق فيها الدنيا المهم اللي يهمك هنا ان اذا قتلته راح تلقى منها الدروع وبستعرضك اشترككم اياها اذا كانت مناسبتكم هذا كان مقطع اليوم يا اخوان اتمنى ان نالعجابكم لا تنسوني باللايك اشكر منتسبين القناة وارحب بالمنتسب الجديد في 7 اب وهنتر وبندر وساموراي ومشاري والشكر موصول لكل من دعمني بلايك وكومنت وشير وشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته